بسم الله والصلاة والسلام على الرسول الله. ازايك والسنة ثالثة. ترمي سعيد عليكم ان شاء الله. ان شاء الله كون جبتوا درجات كويسة الترمي اللي فات وقدته في كويس. ان شاء الله الترمي دوات يجيبه درجات احسن واحسن ان شاء الله. هنكمل في اول سيكشن في تكملية ترمي البطنة ان شاء الله. معكم زميلكو عبدالعزيز محمد فرجة ربعة. هنتكلم في اول حاجة قبل ما نبدأ يعني هنتكلم عن غزة وما ننساش ندعو لهم. وما ننساش نستمر بالمجاطعة حتى بالمنتجات اللي بتدعمهم. اه يمكن ما تشوفش ان هي بتأثر جوي بس. على اجل جاهد باي حاجة. فلازم نستمر بالمجاطعة ونهدئ لهم. ان يفك الحصار اللي عليهم. سواء من ناحيتنا ومن ناحية الصهينا. وربنا يرفع عنهم البلاء اللي بتعرضوا دلوقت في رفح. يعني دلوقت في رفح رفح ما تعديش مساحتها مية واحد وخمسين كيلو متر مربع. بتواجد فيها مليون ونص بنا ادم. يعني كل تجربة كان بقولوا كل تلاتة متر في موجود تلاتين شخص مع تلاتة متر مربع. فربنا يفك حصارهم ان شاء الله. وروي عن الامام روي الامام احمد وابو داود عن جابر ابن عبدالله وابو طلح ابن سهل الانصاري انه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ ما من امرئ ياخذ الامراء المسلما في موضع تنتاك في حرمته وينتقص فيه من عرضه. الا خذ الله الله في موطن يحب فيه يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتاك من حرمته. الا نصر الله في موطن يحب نصرته. يعني احنا كمسلمين اه الواجب علينا تجاه بعضنا ان احنا نرسو ننصر بعدنا ننصر بعدنا البعض في مواقف الضعف زي ما بيحصل دلوقت في غزة احنا 2 مليار مسلم بس مش عارفين نعملهم حاجة فعلى اجل احنا كشعوب ان احنا ندعو لهم وما ننساهمش بالدعاء ونستمر في المجاطعة اللي فيه اللي فيه ناس كتيرة مجاطعتش اصل من الاساس وفيه ناس خلاص زهجت فاربنا ينصرهم ان شاء الله نبدأ اول حاجة ناخد مقدمة سريعة على واكيد كلنا عارفين ايه هو وبعد كده ناخد ايه الحياة اللي موجودة جوه الاي سيو الاي سيو اللي هي اربع اسمائي او يعني مكسف فهي دي هتا فيه عناية مكسفة او علاج مكسف او مراقبة مكسفة ان انت لازم تبع 4 و 20 ساعة مراجب المريض لان المريض اللي بيخش الاي سيو ده احنا عارفين ان هو المريض اللي اما بخلاص جرب يموت او عامل حادثة كبيرة فلازم مراقبة عشان ما يحصلش ايه تدهور سريع الاي سيو هي الاسبيشال دي بارتمنت قسم خاص بمولود في المستشفى بيوفر عناية مكسفة او ادوية مكسفة الاي سيو دي هتا بيتعامل مع الناس اللي عندهم سيفير لايف سيرتنينج او لايف سيرتنج انس عندهم امراض تهدد دي الحياة او اصابات خطيرة حادثات حادثاتهم لسا لسا عاملينها فلازم يخش الاي سيو عشان الراجب حالته نشوفه بيتدهور بسرعة ولايف فهوبه بتحتاج كونستانتيكير رعاية مستمرة وكل سيبرفيجان مراقبة بوسط الايكومنت والميديكيشال ومتوصلة بالعيان زي الاجهزة المحطوضة دي كلها دي كله هو متوصل بجهاز مركزي بجهاز مركزي موجود عند الممرض اربعة وعشرين ساعة عينوا عن الارقام دي تشوف حالة المريض بتدهور لا عشان يتأكدوا النورمال بودل فانكشن بتاعت المريض ما تنزلش اكتر مجده والناس اللي بتوبه شغاله في الاسطاف اللي بتوبه شغال في الاي سيو بهاي لي تريند مش اي حتى يشتغل في الاي سيو زي ما قلنا الاي سيو دو بيتعامل مع السيفير واللايف سيرتنج الناس ناس حريقتها خطيرة فاحنا لازم بواحد متدرب كواس جدا جاول ما يخشوا الاي سيو متخصص في العناية بالناس اللي حريقتها خطيرة فزي ما قلنا الاي سيو دوات اللي هو الانتنزف كير يونيت الليها اربعة اسمع او انتنزف سيرابي او انتنزف تريتمنت يونيت او كريتكال كير يونيت هو سبيشال دي بارتمينت من الهوسبيتال بيوفر انتنزف كير ميديسين هو بيتعامل مع الناس اللي عندهم سيفير سيرتنج النيس امراض خطيرة او سيفير انجري اصابات خطيرة اه هتتأثر على حياتهم او يمكن هتقيا يتوفر كونستانت كير وكلو سوبر فيجن من سوبورت اكوبمينت اكوبمينت هي اللي بتراجب العيان مشان نقدر روكفين جدام العيان هي الاكوبمينت بتبقى متواصلة بيه وبتراجبه متواصلة بجهاز مركزي الجهاز المركزي لو حصل اي حاجة بيدي ينظر واللي شغالين في الاي سيو لازم يبقى هاي لتريند عشان يتقدر يتعملوا مع الحالات الخطيرة بيقول لك الاي سيو نقدر نميزه عن الجينرال الهوسبيتال وورد الاقسام التانية بالهاير سطف توباشن ترشو وبقى فيه الاستوف اللي شغال بقى نسبته عالية بالنسبة على البيشن مقارنة بالاقسام التانية وبقى عنده القدرة ان يوصل لأدوانست ميتيكال ريسورس ريكوبمينت مش من الاقسام التانية ميدي اقدرش يتواصلها ان احنا هي بنتعامل مع حياة عيان فحياة العيان دي مهمة جدا فلازم يقدر يوصل لأدوية الاقسام التانية ما تقدرش تتواصلها نوتروتيلة في البلسوري مش متوفرة في اي مكان اخر يعني الاي مكان تاني زي اي جسم تاني زي العظامة او البطن الجسم عادي حالة المريض مستقرة ففيه ادوية ما نقدرش ندها العيان لان تكلفتها بتبقى عالية اوش بتبقى متوفرة فبنبقى عينينها للحالات الخطيرة بقولك النسبة بتبقى اتنين patient كل اتنين مرضى براجبهم ممرضة واحدة او ممرض واحد فكل اتنين مرضى براجبهم ممرض واحد لو الحالة خطيرة require extreme extensive support زي مثلا متوصل بالmechanical ventilator وهو متخدر فدوقتي بتبقى النسبة لو واحد اي لو واحد كل ممرض براجب مريض واحد ديت لو الحالة متوصل بالmechanical ventilator واللي هي بتحتاج extreme intensive support and monitoring لازم مراجبها 24 ساعة يبقى ممرض لممرض ممرض لمريض اما لو الحالة هي خطيرة او بس مش بالنسبة عليه قالص فتبقى ممرض ياخد بالو من مرضيه بالعكس بقى في الاقسام التانية يبقى نسبة اربعة الواحد او خمسة الواحد في الميديكال فلور في الاقسام التانية عادي المرضى مش مش في حالة خطيرة يمكن ممرضة تاخد بالها من دور كامل او زي من مكتوب خمسة او اربعة مرضة يبقى المقارنة بالـ ICU والجينر الهوزبتال دي higher staff to patient ratio هنا lower هنا اربعة الى خمسة نسبة صغيرة هي higher access تقدر توصل بسرعة للـ advanced medical resource تقدر توصل كتير هنا lower هو نادرا ما بتوصل للـ medical resource ديس هنا من اتنين الواحد كل ممرض ياخد بالو من اتنين مرضى او واحد الواحد في حالة ميكانيكا انفلتيته متوصل بجهاز التنفس صناعي فلازم ببقى مراكبة اربعة وشرين ساعة وكل ممرض مع مريض هنا ببقى النسبة اربعة الواحد او خمسة الواحد لان المريض حالته مستقرة مش محتاجة للـ extreme intensive support بعد كده في حالات بتوبة مشهورة بتوبة موجودة دايما في الـ ICU فأي حالة تانية بتأثر بتحدد حياة المريض دي دايما في الـ ICU يمكن الـ patient يتحول من الـ emergent department يمكن ببقى لسا جاء عمل عمل حدثة خطيرة فيتحول من الـ emergent department على طول على الـ ICU او من اي جسم تاني في المستشفى لو حالته بتتدهور بسرعة لو حالته بتتدهور بسرعة بنحاوله على طول من سواء من اي جسم تاني او من الـ emergent department بنحاوله على طول على الـ ICU او مباشرة لو لسا طلع من عملية خصوصا لو قال العملية دي very invasive عملية كبيرة فيها خدت وقت كتير في نزيف فقد دم كتير طولت خدت ساعات كتير فدوها تبقى فيه high risk of complication فعزين نتأكد العملية نجحت وما فيش اي مخاطر على المريض فنحاول على الـ ICU ونخليه فترة في الـ ICU لحد ما نتأكد ان حالته استكرت يبقى قلنا هي الـ common condition اللي بتفضل في اللي بدخل تلاقيها دايما في الـ ICU وبنسبة كبيرة في الـ ICU دبقى موجود بنسبة كبيرة في الـ ICU أي حالة تتحدد حالة المريض هتلاقيها دايما في الـ ICU يمكن المريض يتحول على طول من الـ emergent department لو هو جاي من بره على طول لاجينا حالته تدهور بسرعة او من اي جسم تاني بيتحول على طول الـ ICU او بعد العمليات خصوصا للعملات الكبيرة بيفضل فترة في الـ ICU عشان نتأكد ان ما فيش complication الأدوات اللي بنستخدمها في الـ ICU فيه اربعة بنجسمها اربعة اقسام اول حاجة الـ wall mounted board الـ wall mounted board هو موجود جنب السرير في الـ electrical bed والpatient دي هناخدهم في الـ section النهاردة الـ section الجاية ان شاء الله هتاخده الموتر والإكستراز نبدأ في الـ electric wall mounted board هو دي صورته موجودة هو دي صورته ببقى فيه هنا فيه electric supply فياش عشان المكاني كان في التليتور بحتاجش فيشها المونيتور بحتاج فياش فبين تبقى موجود دائما جنبه electrical supply او ببقى فيه ثلاثة الاربعة opening جنبه فاهم electrical supply دي عرفنا للأجهزة اللي بتبقى موجودة الـ opening ببقى فيه اتنين للأكسجين ببالونهم او بيه او في واحدة للـ air وفي واحدة للـ section واحدة بتشفط الـ secretion ببالونها اصفر اكسجين اتنين او ممكن تبقى واحدة التانية دي بتبقى اضافيها كده فعشان اسمها 3 و 4 وفي واحدة air وفي واحدة section نقولها اصفر اول فتحة اكسجين بتبقى دايماً connected مع الـ air opening ببقى مرتبطين مع بعض وبتوصله بالـ mechanical ventilator عشان نندهل العيين نعمل نسبة من الأكسجين على نسبة من الهواء وتخلش على mechanical ventilator اللي بتتوصل للعين التانية جلنا بتبقى اضافيها بتعمل البلايزر او بتبقى موجودة لأي emergency اي طوارق حصل اي مشكلة في الفتحة الاولى فعندنا فتحة تانية لأكسجين بعد كده الـ suction opening الـ suction opening دي بتعمل ايه؟ دي هات شفت بتعمل شفت بتوفر negative pressure ايا حية بتشفت حاجة ايا حية بتشفت فده بتوفر negative pressure بتعمل negative pressure بتبقى توصل بـ tube على الول suction apparatus يبقى هي في الفتحة بتتوصل الـ suction opening بتتوصل بالجهاز ده الجهاز ده محطوط على الحيطة بتكون من اتنين جار والاتنين جار ده بتكونوا من valve الـ valve دي بتحكم في كمية الـ suction قوة الشفت بضعيفة قوة الشفت بضعيفة الـ suction متوصل بجهاز الـ suction apparatus اللي جدامنا اللي بيتكون من اتنين جار والاتنين جار دي هيتكون من valve الـ valve دي بيتحكم في كمية الـ الـ suction بيبقى فيه هنا indicator الـ indicator اللي جدامنا هنا دي في الصورة الـ indicator ده بيبقى فيه اخضر واصفر واصفر اخضر الاول حاجة ده يدل على weak suction force قوة الشفت بضعيفة الـ الاصفر يدل على moderate suction force ودي اكتر واحدة بنستخدمها مستو كومة نوزد فورس اكتر واحدة بنستخدم هي الصفرة اللي فوقينه الاحمر بقى بتدل على ان مفيش او ان الـ viscous secretion الـ secretion نفسه لازج فتيجي تسحب العنبوب الـ negative pressure مش جادر يسحبها هنا الـ instruction opening بيبقى متوصل بـ بيوفر negative pressure اللي بقى متوصل بالـ التوب اللي موجودة هي الموجودة على الحيطة دوات بيتكون متنين جار الـ جار ببقى متوصل بـ الـ valve دوات بيتحكم في كمية الـ negative pressure احنا عايزين نجلل ولا نزود الـ negative pressure بتاعت ببقى فيه indicator فوق الـ valve الـ indicator دو لو اخدر المعنى كده ان weak suction force لو اصفر يبقى له او moderate suction force لو احمر أو very minimal amount of secretion are being sucked دي بسببه ان فيه wrong position وبزيط الدركية الـ tube محطوط في مكان غلط او viscous secretion المانوال hyper inflating bag او ambu bag دياتي احنا ديه المانوال inflated device وبعد ذلك الموجودة في الصورة ديات هي مشهورة واكيد شوفناها قبل كده نمسكها بيدنا وبنضغط علىها عشان نوفر ايه باي جهاز بيطلع هاوة تفوت بوست بريشر اي جهاز بيشفط الهاوة وبيشفط اي حاجة فدي يوفر نجل بريشر بتوفر بريشر عشان انساعد العيان اللي ما بتنفسش بترجع بشكل كافي انساعده في التنفس لحد لما يوصل مستشفى لحد لما يوصل اي متخصص يقدر يحللنا المشكلة دي فهي اداة من ادوات الانقاذ المهمة يمكن نوصلها بفتحة من فتحات الاكسجين اللي احنا عدنا فتحيتين تبقى موجودة على الول مونتد بورد في فتحة اضافية في فتحة تبقى متواصلة بالهوة عشان تتوصل بالميكانيكا الفنتيليتور دي هاتفتحة خلاص اساسية فتحة الاضافية يمكن نستخدمها هنا عشان نوفر التنفس تنساعد المريض في التنفس هي بتعتبر اجيد مش هنفضل مسكينها ونقض نبدل على المريض كل شوية واحد يضغط له شوية اكيد هي لحدد لما نعمل نضبط الميكانيكا الفنتيليتور على العيان ونحطها له وخلاص كده مش محتاجينها تاني يمكن برضو نستخدمها في في حالات زي في غرفة العمليات يمكن نستخدمها عشان نساعد المريض اللي في حالة اناسيزيا او انه يتنفس هي بتستخدم يبا هي بتوفر على عكس بتوفر وتساعد العيان بتنفسش بترجع كوي بتالي شكل كافي هي اداة انقاذ مهمة بتيمكن تتوسع وهي بنستخدامها لحد لما نعمل بنبي يمكن نستخدمها على العيان اللي في اناسيزيا او عشان خليه يتنفس بشكل كويس بعد كده هنخش على والالكتريك بيد والالكتريك بيد دوات السرير اللي موجود في غرفة بقى متكون من وفوت ريست بورد ديات ديات وديات الفوت ريست بورد وفيه جارد ريال وبنحطي على جنب بين السجر كده عشان تحمل عيان عشان لو اتجل اخد يمين او اشمال ما يوجعش ولا حياة وبقى فيه على ناحية من من ناحية احنا عارفين ان هو بتاعبان مش هيقدر يروح على يمين ولا يشمال بس احطيات يعني فيه على ناحية من ناحية بفيه رمود كنترول عشان يتحكم في الـ بتاع السرير ارتفاع السرير سواء كان عالي ولا جليل ولا صغير والانكلينيشن بتاع الباك ريست والليج ريست عشان ريح المريض زي الانكلينيشن هنا هنا كده عشان نريح المريض ما نحطهوش في وضع يتعبه ويعمله بيت سورز سواء على رجله او على جسمه من فوق فتتعبه او بس ويت بل برضو للبادي ميكانيزم عشان الكيرجيفر والفيزيكال سيربيا اثناء الستيشن واحنا مشغالين معاه في الستيشن السيريشن ما يبقاش عالي فمش عارفة اعمل الميكانيزم مش عارفة اعمل حاجة او الكيرجيفر برضو الممرضين والدكاتر هما بكشفوا ليه ما يعرفوش يتعاملوا معاه وبقولك في معلومة هنا بقولك اثناء الستيشن لو هو المريض دوقتي عايز نعمله بسي ار مثلا فلازم نحط الارتفاع السيري على المينوام اجل حاجة نزل السيري تحته خالص عشان نقدر حتى حد يطلع فوق العيان وعمله بسي ار فيبه سهل بالنسباله ان هو يقدر يوصل للمريض ويعمله الحاجة فبنحطه على مينوال يبقى الالكتريك بيت بتكون من الوفرهيد بورد والفوت ريست بورد والجارد ريل اللي موجود على جنبين السيري اللي موجود عليها رموت كنترول زي اللي هنا اللي بتحكم في الارتفاع السيري والانكلينيشن بتاع السيرير عشان يبقى السوتب والبادي ميكانيزم واللي بتاع الكيرجيور والفيزيكال سيريش باشتغل مع المريض واني واجف في وضعياتي ازينة فلازم مريح للمريض وهو مريح لي واثناء الانقوز بتاع المريض بنحطه على المينمم رابع حاجة بما وجودنا معنا البيد مترس الحاجة المترس اللي المريض بنام عليها اول حاجة واساسية معنا موجودة في كله السبونجي دي الاريجينال بتبقى موجودة في كل السيرير دي بتبقى موجودة تحت خالص وفوق منها بنحط واحدة من المترس اللي حلاجيها ديت عشان نمنع البيت سورز فبنحط لفوقها الاير او الفليود او الجيل الاير مترس ديت هي اللي موجودة جدامنا في السورة دي بتجوا تدخوا بتحافز على ضغط الهواء اللي هو المترس عشان ما تعملش عشان اللي بيفضل يتحرك تحت المريض فمش ما نلاقيش في حتة في بروشار زيادة فتعمل للعيار او في حتة في بروشار جليل اول البرشار بيتحرك فبيجل وبيزيد على المنتجة مع الوقت فالبرشار ما يفضلش يسابط ويعمل والاحسن منها الفلود بيتسيركولات فلود بتحرك الفلود تحت المريض ودي افضل في من لان هي بتعمل غير ان هي بتعمل بتغير تحت اجزاء جسم المريض فما فيش بروشار سابط على المريض الفلود اللي بيتسيركولاتينج دوات بيعمل هايبوسيرم 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 بتجلل درجة حرارة السكن بتاعت المريض فدرجة الحرارة لما تجل بيوجف البكتيريا الجروس وبريفينت البيتسورس احنا عارفين البكتيريا في الصيف بتبقى لان درجة الحرارة عالية فبتبقى نموها اسرع فهي نحنا بتعمل هايبوسيرم للبشانت سكن بينجلل لدرجة حرارة السكن بتاعت المريض فبنجلل بنوجف نموه البكتيريا وبنموها بيتسورس وافضل واحدة فيهم هم الفلود ولكن ارخاصهم هي الجيل مترس هي الشبر ومور افويلبل زين الفلود مترس طب هي ارخاص واحدة ارخاصة ومور افويلبل موجودة اكتر من الفلود مترس هنكمل اخر حياة في محاضرة النهاردة وهي الايس يو بيشن الايس يو بيشن دي بتكون في حياة كتير بس هنحننخده النهاردة هنوخد حاجة ان هي وهنوخد الماسكس هنوخد الاول دياتي تيوب بتطلع من تتوصل هما تلات انواع هما كلهم بتطلعوا وتوصلوا عشان تحسن بتعمروه هي المست كما انواع النيزل والاندوتراكيال والتالتة اللي هي هنبدأ النيزل هي هما كلهم بقعوا نفس الوظيف بس النيزل يبقى عن طريق النوز هنا بتكون نقارن بينه النيزل النيزل بتستخدم في كده 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 وموفلس فانت في عاز حية ثابتة ومتاكد ان هي امينة مش هتتحرك وانت شغال مش وانت شغال فتح بطن العينة وبتعمل اي حقا تلاقي النيزل تركيال فكت ولا حية فعشانك هتستخدم في الوبراتينج روم وها ايضاَ بتا ازي تو ودعميينستريت الانسيتججازز لو انت عايز اتوصل للباشنت اي انسيتججازز سهلاً لان هي ما بتعملش لامتنج اكسس اورال كافتي تقدر تصل لامتنج اكسس فتقدر تدى لها العين اي انسيتججازز انت عايز تعملها فهي بتلسر الانبلند اي انسيتججز هي بتقصر متثبتا كويس هي جدامك في الصورة متسابتة كويس فان هي فرصة اللي يحصل هي تتفك مستحيل انت افضل واحدة في السكيور ويحصل بعد ما تفكى من العيان دي برضو مستحيل لان هي هي يعني هي متسابتة كويس في المريض وبتتحرك اجل فاكيد مش يحصل ترومة لان خلاص تسابتتها كويس فترومة هتحصل زيها وانت تحركش فترومة اجل فالإكستوبشن وبأجل فالإيروي بستركشن بوسط إكستوبشن برضو بأجل الاندوتراكيال بقى موست بريفيرد عندكم اليوز ده اسنائيه مريض جاي لك في قسم الاميرجنسي انت مش لسه حددخل النيزوتراكيال وتسبتو وتتجنب الاندوتراكيال حد كلها هو تستخدم معاه الاندوتراكيال عشان هي اي حد ممكن يتعلمها بسهولة ويعملها بسهولة والكويكر في نفس الوقت هي اندوتراكيال بتفتح وتحطها وتسبتها وخلاص مش هتعمل حاجة تاني فتستخدم لسهولة تركيبها وسرعة فبالتالي اي حد تتركب بسرعة بسهولة بالتالي تتفاج بسرعة بسهولة برضو تتحرك بسهولة فبالتالي وهي حركتها يمكن تعمل او بنزو تركيا. لانها تتسبت افضل بتتحرك اجل وبتعمل وما فيهاش اكسيس تاورال كافت هيكتر توصل للاورال كافتة مسهولة فتوصل اناسيت الجازز بتجلل فرصتها اجل بتعمل ما بتعملش هنا الاندو تركيال مثلا في هي بلاي ايزر وكويكلي بسبب ان هي بلاي ايزر وكويكر ولس بنفل. اناها مزيتها اللي هي لس بنفل. الباجي ايزر حلوة في المريض انت خلاص المريض اصلا هتلاقي ما بتنفزش في عنده مشاكل في الترافز فانتاش لسه هتعمل الاندو تركيال والكلام ده كله لا الاندو تركيال على طول. كونترا اندكشن بلاي اتنين بقى. هما الاتنين مشتركين وفي الاندو تركيال سبير هنا وينى. فانت اي مريض عنده سبير يبنزه تركيال وهندو تركيال ما بتعملهو مش خش على الترايكوستو. فانت Weeux اظهر حاجة ان الاندو تركيال مفاهاش غير واحدة اللي هي سبير ادو تراكلي 차ille اي حد عنده سيفير ايرو ده لاي حاجة. خشي على الطول على الترايكوستو. اما بقى اي حد بجديد عند باجزل سكال فBracter باجزل سكال فkräشكر دي جريبة للنصفة بالتالي هي النوز هي كunting classification Bug أبنيه دول dlatego نيزوتركيل بس نيزوتركيل بس باجزل سكال فركش живот باجز trajectoryหน av zam دي نيزوتركيل تيوب كامل اماопас ايروي بوجي KL2ไتنين بالتالي حدوض الشي 2000 اللي هي اللي. زي ما الكل بعمل دي نفس النظام للميكانيكا يعني سيرجري. اي يعني عمل عملية سواء كانت صغيرة زي اللي او كبيرة يبقى سيرجيكا دي هو اللي انهي تراجي. بيعمل فتحة في اللي تراكية هما الموس والنز هما اللي بتاع اللي. يعني عايزين تاريخ تالت هليعمل الالترنتي في التراكية. بنستخدمها لربا. يبقى النيزة تراكية لو اندو تركيال تيوب is contra indicated. بنستخدم مكانها الترايكوستي. واخر حية معنا النهاردة في المحاضرة هي الراسبيراتوري ماسك. الراسبيراتوري ماسك دي ثلاثة عنواع. وهم نزل كانوا لها الاكسجين ماسك والسباب. النيزل كانوا الاكسجين ماسك ديات تحيات خفاف كده احنا عارفين النيزل كانوا لعشمال. والاكسجين ماسك تعليمين هي عاجات مشهورين. فهم بيستخدموا عشين تسابلوا الاكسجين اللي عندهم وهايبوكسيميا. كده وهايبوكسيميا حيات خفيفة كده. على عكس السباب هي تستخدم في في الحالات الاكيوت الحيات الشديدة. فهنا والنيزل كانوا الاكسجين ماسك بيدريفها الاكسجين من تو من الاكسجين دريفا ريسورس. اللي هي الاكسجين تانك. حيات اه حيات بردهية وحيات خفيفة خالص اللي هي الاكسجين تانك. على عكس السباب متوصل الاكسجين او التنفس عن طريق الميكانيكا الفينتليتور. فهي ميلد رسبيراتري ديستريست. وهيبوكسيميا وبنازل كانرلا او اكسجين ماسك. واكسجين سابلايك واكسجين كونسنتريتور او اكسجين تانك. نخش على بتاع الاتنين. النزل كانوا بتبقى الفليكسبول تيوب. اللي تيوب بتاعتها بتبقى فليكسبول. اه ملينة بتروح ديش معاك. القطع طويلة من التيوب والنزل برونجي ديات اللي بتخوض جوا النوز. فيه سمولر تيوبينج بتحوك اروند الاير. تلفها حوالين الاوزن من ورا عشان بتهولد. الاكسجين ماسك بجا بتكافر الماوس والنوز زي موضعها جدامنا كده. وبتبقى مربوطة بلاستيك باند اللي حوالين الباك اوف زاهد. فبالتالي بتبقى استيبول. لو ثابتة في مكانها اكتر من نزل كانولا. في الاكسجين تيوب الانبوبة اللي بتخوش بتاعت الاكسجين. بتبقى موجودة في الفرونت اوف زا ماسك. لور فرونت اوف زا ماسك. الماسك من جدام من تحت كده تكوننكت الاكسجين سورس. فيها سايد بورز لوكايتد نير تشيك تؤالاو الروم اير تو انتر زا ماسك. زي ما قلنا في الوول مونتد بقى فيه اه انبوبة للفتح على الاكسجين والاير مرتبطين بعض. رايحة لان زي ما احنا عارفين محدش بيتنفس اكسجين صافي فلازم يبقى فيه معاك اير. هنا في النزل كانوا مش محتاجين بورز في اليوتيوب لان كده كده النوز تقدر تشمي منها اير من غير اي مش مدغطية فتقدر تشم اير عاية. هنا النوز والماوس مدغطين فاحنا عايزين اير فبالتالي في بورز في السايد بتاعت الماسك نير الشكل عشان تسمح بالروم ايري ان هي تخشه الماسك. يبقى يتنفس خليط من الاكسجين الصعفة والاير. ونتأكد برضو من الكربون دوكسايد اللي بيطلع. دوكسايد اللي بيطلع ما بيحصلوش في الماسك وبنقدر نتخلص منه. يبقى هم اللي اتنين بيسخدمو في المايل دي استرس. وهم اللي اتنين في عندهم اكسجين او تنكدو بتاع الاكسجين بتاعهم. هم دي اتنين في الهون جي بيس وفي 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 هنا بيتكافر النوز والماوس بيلاستيك باند موجودة الاكسجين تيوب بيطلع من الفرنت في زا ماسك اللي هو رشوية في اه عشان تسمح بالروم ايري ان هو وفي يسمح بالكاربون ايه? النيزة الكنوية. زي ما وقدمك صغيرة حية صغيرة ما بتحسش بيها اصلا. حية صغيرة ممكن بتحسش بها مع الوقت. بتسمح لبيش انت هو هاي يتكلم وانت لابسها انت الموز مش عليه اي حياء مش بتغطي فهتقدر تتكلم وتاكل عادي. اطفال يمكن يلبسوها الكبار الشباب اي حد يمكن يلبسها. من غير ديات يمكن تخوف الاطفال شوية. رخيصة في بالتالي يمكن تستبدلها عادي بسهولة. كان يمكن تستخدمها على الفيروس فلوريت. بس لا حد حد معاهل لان انت هنا لو بصيتها في الناحية التانية هتلاقي باشا ان كانت ان المساحته كبيرة في التالي تقدر تستخدم معه فلوريت عالي غير النزل كانون. لان زي ما احنا عارفين كلها بما المساحة بتزيد الضغط بجلن. فانت هنا تقدر تزغلم مع الفيروس فلوريت بس بس ما تتباجهش علي زيادة عشان ما يزيش المريض. يعني هنخش باقي على بتاع الاكسجين ماسك. لو بصينا حطي هنا على الصورة هلاقي الاستيك بان دي لفة جوة على وش المريض فمستحيل تتحرك من مكان ها انت انت لف رابطها جامد يعني فاكيد ما تتحركش. وميزة تانية ان هي في الناس اللي بتتنفس من الموس فانت عندك النوز والماوس جوه الماسك. فهتقدر تتنفس باللي انت عايزه. نزل او نزل بريسنج لو انت عندك بروبلم في الناس اللي بريسنج خلاص استخدم في الموس بريسنج ما في اندكش غاستخدم تتنفس بانتها. فمفيدة مع الموس بريسنج توفر لنا كونستانتفلوف اوزيجين. وزي ما قلنا هي بتكان طولاريت وزهير فلوريت من ستة لعشرة ليتر بيرميند. ستة لعشرة ليتر بيرميند دي دي ريت كبير فانت دي قدر تستحمل ان المساحة كبيرة. فبالتالي لما المساحة تكبر بريشر بيجلد. يمكن استخدامها البخاخات اللي بنستخدمها في الريموفال اوف سيكريشن. الناس اللي ببقى عندهم سيكريشن او عندهم الرب يستخدموا بخاخات عشان تخلاصهم سيكريشن. يمكن استخدم الاكسجين ماسك بدلا. نخش على الديس ادفانترز بتاع النيزل كينولا لو استخدمنا معاها هايفل هو اوف اكسجين. هايفل اكسجين يبقى الريت او بتاع الاكسجين عالي. فهتعمل نيزل دراينس. لان زي ما انت عارف لو حطيت اي ريت عالي من الهواء الجساد حية مبلولة مية. مع الهواء ده هينشفها. فهو نفس النظام مع النزل. النوز لو حطيت هايفلوف اكسجين في النزل في النزل هحصلها النيزل دراينس. النزل سويتبول فور ماوس بريثر الناس بتنفسه من الماوس. الماوس مش معانا. مش مغطي الماوس. فبالتالي مش حاجة بنقدر يتنفس بها. الاكسجين ماسك. زي ماسك ورولاستيك ستريب زي ما هو موجود كده. ضغط على وش العيان فهيعمل له وكمان حيحاسبه لكلاستروفوبيا. كلاستروفوبيا اللي هو الناس اللي بقافه من الاماكن المغلقة. انت مواخد معظم الوش. فبالتالي هحس ان هو في مكان مغلق وتعمل له فوبيا. زبها صعبة تدو سبيك ايت او درينك. صعب ان انت وانت لابسها تتكلم او تاكل او تشرب اياه حاجة. طب احنا هنحدد اي من الاتنين دوات على اساسي على البرسنل بريفيرنس. يعني البرسنل بريفيرنس مسلا واحد مواخد فاكيد مش هستخدم معه النيزل كنولا. النزل كنولا مش محيطة بالموهس سميعي هعرفش تنفس بيا. واحد اي كلاستروفوبيا فاكيد مش عحافة استخدم الاكسجين مسك لاناها هندو كلاستروفوبيا دي بتقون كلاستروفوبيا فاستخدم معه النيزل كنولا. required اكسجين فلوريت. اي كورد اكسجين جوفليت. لواحد عايز اعمل هايفولو اوف اكسجين هايفولوريتوف اكسجين مش ينفع استخدم معان نيزل كنولا لحتعمل لي نيزل ادراينيس اما يمكن استخدم مع الاكسجين مسكلي انها مسحتها كبيرة نخش على اخر حاجة وهي الكوتينيوس باسيف ايروي بريشر او السباب كوتينيوس باسيف ايرويشر زي ما قلنا بنستخدمها في الاكيوتر اسبايراتوري فيلر الاكيوتر اسبايراتوري فيلر انها بتتوصل بالميكانيكال فينتليتور فبيتكوركت الهايبوكسيميا بتجد نقدر نعمل فيها كوركت الهايبوكسيميا اللي انها متواصلة بالميكانيكال فينتليتور فبيتكوركت على اساس كل المريض كل المريض اللي سيتنج هو خاص به فنعمل كوركت الهايبوكسيميا بترجع صحيحة وبتسمح بالهايير انسباير اكسجين كونتينت زي الاثر اكسجين ان المريض هنا في حالة اكيوتر اسبايراتوري فيلر فاحنا عايزين هو مش هكدر يتنفع هو ان هو يتنفز لو روحه او يساعد نفسه دي ما فيهاش خالص فاحنا عايزين اكسجين كونتينت يوب عالي فبالتالي ايه بتواصلة بالميكانيكال فينتليتور فعشان كده حتى لو خدنا بلنا من الانابيب المتواصلة بالماسكس هلاجها تخيين غير الانابيب اللي فاتت ديات رفيع لان ما بنوصلش بالمستوى اللي اللي موجود هنا لان هنا المريض في غالبا ببغيبوه في معظم الاحيان هي بتزود بتحسن بتاعت كلابسد اريا اوف زالانج احنا متواصل بالميكانيكال فينتليتور بمعموله سيتينجو خاص بالمريض فبتحسن وبتاعت الكلابسد اريا اوف زالانج كنا تلات انواع بتاعت السباب والنيزل ماسك والنيزل بلو ماسك نبدأ بالفول فيس ماسك هي من اسمها في الفول فيس ماسك بتكومبليتلي كوفر النوز والماوس زياتي بوور هيد ستابيلايزر زياتي زياتي امبروف الكاشن سيل اندي ميك ااا ازايد مور ايزي يبقى الفور هيد استابيلايزر بخلا نتحكم في بخلاها مور ايزي نقدر نتحكم في بتاع الماسك فبالتالي بتحسن الكاشن سيل الكاشن سيل اللي هو الطبعة لعلى الوش انت لما تنام فتطبع على وجتك دي بي ان انت بتحسن بتشد وزيادة بترايحه. فبالتاني ما بتعلمش على الوش. وبالتاني تتحكم في سايز الماسك بتبقى اسهل. وبتكافر النوز والماوس هي اضخم من الاتنين التانين. فبتكافر الفيس. بنفضلها احيانا بسبب ان هي بتوفر سيرفاس اريا. سيرفاس اريا بيبقى اوسعه. زي ما قلنا بيزيد الضغط بزيد. فلما الضغط بزيد بتاع بتوزع الوش كله مبدل ما هو طالع على حتة معينة. لا هو على سبريد على الوش كله. فبالتاني السباب سيرابي هتبقى مور كمفورتبول. بعد كده النيزة هي اكيد اصغر من الفول فيس ماسك بتكافر النوز. بتكافر النوز وليس زي النيزل بلو ماسك ما بتكافر النوز. اما هنا ديت النيزل بلو ماسك بتكافر النوز. تحت النوز وليس بتكافر النوز. فهنا عشان ما نخلطش بينهم هنا دي بتكافر النوز وبشكلها تراينجولر او او وموجودة حوالين النوز. بنثبتها بالهيتجير بالهيتجير. بالهيتجير اللي هو موجود في الصورة دو هاتقصادنا. بنثبتها حوالين الهيت. وبتعمل بالرغم ان هي مانيمال كونتكت مانيمال كونتكت مع الوش. فبالرغم ازاك بتعمل كريتينج سيكور بسبب الهيتجير. الهيتجير هو المثبتها حوالين الهيت. فبتعمل هيتجير وستابل سيل. بتديليفر الهيتجير. الهيتجير فلو زي النزل بلو ماسك لو انها ديتجير مش داخل في النوز مباشرة. مباشرة في النوز زي النزل بلو ماسك. هنا النزل بلو مسميح. بقا بتسيت اندر الهيتجير س za. موجودة تحت النوز. الهيتجير بيلو عشان هيا كامل مسامينها النيزة البيلو ماسك عشان فيه اتنين بيلو عشان بروفايد دايريكت اير فلو يبقى هو الطيوب طالع منه دايريكت اير فلو فبتجلل الاير لك فبتقول لك ايه زي بيلو سلايت لما تيجي توصل الاكسجين البيلو اللي جوه انسايد النوز دي بتايريكت بتتنفخ فبتعمل سيكيور سيل اند كومفورتوول سيربي يبقى البيلو ديت يعني هي مخدقت فالما حية شابه المخدقت تبقى داخل جوه النوز فانت لما بتتنفخ ما بتقزيش ما بتقزيش النوز فبتعمل سيكيور سيلو كومفورتوول سيربي انتو الير فلو هي شاكلها مميز واسلام ما شابه ازا نزل بيلو ماسك اه الاوليس انتريوس الفيلون زافيس يعني انت ما يمكن ما تحسش بوجودها على الفيس على الفيس من شكلها الصغير هي حاجة ما صغيرها متحسس بوجودها ولكن بالرغم من ذلك بتديليفر كفائتها عالية ليه لان ها دياريكت انسايد يوب وهي انسرت اصلا انسايد يور نوز هي ده هو اليور نوز دياريكت فاي ما فيش هوا بديع فهي منومايزة هي مفيش هوا بديع فعشان كده كفائتها على يوب هنا بتكافر النوز والفيس بتعمروف الكاشن سيل والسيز اجستمنت مور ايزي بسبب الفور هيد ستبلايزر هي بلكر ومفايدتها في الويدر سيرفس اريا بتجلل سبريد الير بريشر قوت عشان تعمل السباب سيرابي مور كونفورتابول هي نيزل ماسك سمولر بتكافر النوز بتريانجلر اوال شب فيه هيدر جير هو اللي بيسببتها برغم من المينامال كونتاكت فهي كريتينج سيكيور وستيبول سيل اللي فريجة بينها وبين نيزل بلو ان هي بتايريكت دليفر ان دايريكت اير فلو على عكس ديك بتايريكت اير فلو بسبب ان هي انسايد يوزر نوسترلز بتمنى هنا بتمنميز الريسك بتبقى موجودة اندر نيزل نوز في توفة تو سوفت بلو انسايد يو نوز تبقى بتروفايد دايريكت اير فلو تبقى سلايت اه انفليت لما بتعمل تعمل بوستو ايروي بريشارب سيكور سيكور سيكومفورت والسيربي هي انكيو سلم شب لس انتريوسي فبالتالي ولكن بالرغم من هالس انتريوسي فصغيرة جير البكير ولكن دليفر افكتف برفورمانس نشوف هما التالتة باستخدامه في ايه هنا الفول فيس ماسك كي واخدة معنا الفئ vy النوز والماوس فاكيد هنستخدمها مع ال ماوسото اي حد عندو نزل بروبلم انا نستاخدام معها الفول فيس ماسك لان احنا نزل بروبيلم او ماوس بريثر فهيبستبدال النوز بالماوس فبالتنفس فالفول فيس ماشك ماوس بريثر او هي النزل بروبيلم والبشيانت receives high pressure سيتنج يعني كمية كبيرة اللي يتنفس كمية كبيرة لكسجين اللي بيزيد فعل. فليه الفول فيس ماسك? لان الفول فيس ماسك عنده مساحة كبيرة. وزي ما قلنا قبل ان المساحة لما تزيد الضغط بجيء. لان المساحة بتاعته كبيرة في الضغط كل ما نزوده مش حبها. مشكلة بالنسبة للمساحة كبيرة. فيمكن نستخدم مع البيشنت اللي بيحتاجه. ديت اما النزل ماسك بقى نستخدمها برضو مع الناس اللي بيحتاجوا لان حجمها برضو كبير نسبيا هي مش جليلة هي بتحيط موضودة عمش داخلها في النوز مشارطة هي فمساحة الى حد ما كبيرة فنقدر نستخدمها مع البيشنت اللي لانها لانها ما بتوفرش هي بتوفر فيمكن نستخدم مع البيشنت اللي لكلاستروفوبيا. طب نقدر نستخدم البيشنت اللي عندهم كلاستروفوبيا اكيد لا ما نستخدمش لهنه محيطة بالويش كله. فلو واحد عنده عايزين نوصله وعنده كلاستروفوبيا ما انفعش نستخدم معه ولكن نستخدم معه النزل ماسك لان استخدمها مفيدة للعينين لين عندهم كلاستروفوبيا ونقدر نستخدم مع البيشنت اللي انه ادوه اللي كلاستروفوبيا النزل كلاستروفوبيا لانها صغيرة مش حس بوجودها والي عندهم نستخدم معها النزل ببيلو ماسك الفيش الهير والكلاستروفوبيا النزل ماسك اللي انه ادوه خاص sail 자연قاط اكي د únانها مش اخر حية معنا النهاردة اخر سلايد. بتاعت كل واحدة فيه. زي ما قلنا منفعش نستخدامها مع واحدة عنده كلاستروفوبيا. بقى اول حية تعمله كلاستروفوبيا. التاني واحدة بقى تعمل لان بتاعها كبير فعندها محيطة بالوش كله فتعمل لو استخدامناها المدة طويلة او كانت مشدودة جامد فهتعمل تدعى على الوش فهتعمل بشر. المناطق اللي فيها بوني كونتاكت بوني كونتاكت متصل مع الماسك هتعمل ايضا هتعمل ديت هتعمل على البوني كونتاكت بتاعت والماوس والفيس. تالت سايد افاكت ديفيكالتي في تولوريتينج بريشن. يعني ديفيكالتي في تولوريتينج بريشن. لما قدامك جهاز بيطلع هوا في وشك اللي هو زي السباب ان انت تتنفس ضده تطلع بتعمل بريسنج اوت وهو عمل يعمل لطلع الهوا في وشك ان انت تتنفس ضده وهو جهاز اقوى لبريشن بتاعك. هيعمل لك ديسكنفورت هيتعبك. فهو بقول بيحسوا احساس غير مريح ويبريسنج قوت لما يتنفسوا قوت اجينيست بريشنج سباب ماشين. وما السباب ماشين عمال يعمل بريشنج في وشهم هم يتنفسوا ضد الابريشنج دوات. والبريشنج دو اعلى منهم فهم كده مش هرتاحوا. فالمشكلة دي ممكن نتحلع ان يتغلب عليها بان الدكتور يعد البرشنج ويعمل موديفكيشن تو امبروف كونفورت. والمشكلة دي برضو بتواجهنا في الثلاث ماسكات. الثلاث ماسكات هو عرفنا ان الثلاثة متصلين بالسباب والسباب بيطلع في وشهم. فبيجوا تنفسوا ضد البوست فريشن بيتعبوا. فهي موجودة في الثلاث ماسكات. هنا في زيادة على زيادة على دراي نوز والنزل كونجيشن. ليه ما فيش دراي نوز ونزل كونجيشن في الفول فيس ماسك. لاني الفول فيس ماسك جاو كفر الاول فيس بيغطي الفيس كله. فانه البرشن متوزع على الفيس كله. اما هنا نزل ماسك باراوند النوز. فبالتالي البوست في ايروي بريشن بيدراي اب النوز زي ما قلنا في النيزل كانوا له هناك. لما تحط بريشن عالي جزوات حيعمل بلولة. بيبنشفها في نفس النظام. حيعمل يبقى دراي نوز بسبب بسبب بيوست في ايروي بريشن بسابب بسابب بيوست ايروي بريشن. هنا ننزل بلو ما فيش سيد افكتي زيادة الجديدة هي الموجودة في التلاتة بسبب ان هي اصلا دياريكت على على نوز فاعتنا بساببين موجودة في التلاتة. النوز ان هي متركزة عن نوز الراويند والنيزل كونجيشن. كده نكون خلصنا محادرة سكشن النهاردة وخدنا لابزة سريعة عن ilecisو يتعامل ilecisو. ايه podeشنت ال ficouبيعوضين في الاي سيو. اعرفنا هي اللي بتب الموجودة في الاي سيو اللي هي هي الичего b perd كل屈� التى هووoga ان شاء الله الشakشن الجاي. عرفنا ما تكون من اي? واللي هي الاي سيو اللي هي الىいてوب. الى اليوتيوب والمسكس وان شاء الله هتكمل الباقيين السكتشن دي ان شاء الله هكونوا بفكت في شرح سكتشن النهاردة وتكون المعلومات وصلت وفهمتوا والسلام عليكم ورحمة الله